قال أليكسي سيميرنوف حاكم منطقة كورسك أن وحدات الدفاع الجوية الروسية اعترضت 20 طائرة مسيرة أوكرانية يوم أمس في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا على حدود أوكرانيا هذا وهاجمت وحدات الدفاع الجوية الروسية أربع قرى في منطقة باستخدام طائرة هجومية مسيرة وطائرات هليكوبتر لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وفي منطقة بلقرود إلى الجنوب الشرقي قال الحاكم الإقليمي أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت عدة أهداف محمولة جوا